السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة ان شاء الله بنكمل مع بعض حل اسئلة كتاب المعاصر يلا نشوفها نحل ايه النهاردة ان شاء الله يا ولاد هنحل مع بعض صفحة 178 وصفحة 179 السؤال الاول طبعا زي ما احنا متعودين سؤال استماع listen and complete اسمع واكمل A velger wanted to sell his beans كان فيه قروي عايز يبيع الفول بتاعه He wanted to sell his beans in the market كان عايز يبيع الفول في الماركت انا جايبة الاجابات منين من نص الاستماعي في نهاية الكتاب He couldn't walk far مقدرش يمشي مسافة بعيدة His camel الجمل بتاعه offered to help him عرض عليه انه يساعده السؤال التاني بيقول read and match اقرأ ووصل The ebis could ايبس يا ولادي اللي هو ابو منجل عمل ايه Fly above the land يقدر يطير على الاراضي يبقى هنا One طيب رقم two A farmer can الفلاح يقدر Grow groups يزرع المحاصيل Number three You should tell the truth لازم تخبر الحقيقة لازم تقول الصراحة يا ولاد He turned left and right هو التفت يسارا ويمينا يبقى هنا for وبعدين When we get lost لما انتوخ في مكان We should ask for help لازم نطلب المساعدة طيب السؤال البعده يا ولاد بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا ولاد We should order the words to make correct sentence قاعد ترتيب الكلمات عشان تكون لي جملة صحيحة اول جملة بتقول زي طبعا طالما عندي will لازم تكون رقم اتنين في الجملة زي will سوف go هم هيذهبوا سوف يذهبون زي will go to إلى the market السوق ونحط آخر الجملة يا حبيبي فلسطوب طيب اللي بعدها زي سنيك الصعبان زي سنيك ما اللي الصعبان بقى هاز عنده knowledge ولا ركل طيب الجملة اللي بعديها يا سنة خمسة بتقول لي ايه؟ بتقول لي do طبعا احنا حفظنا do فاعل فاعل أساسي do you need do you need any help coma سارا يعني محتاجة اي مساعدة يا سارا ونحط اعلامة الاستفهام do you need any help سارا طيب آخر حاجة يا ولاد هي asked هو طلب مش سأل his he asked his friend طلب من صديقه for help مساعدة وهو سأل صديقه على مساعدة for help ونحط نقطة السؤال الرابع يا سنة خمسة بيقول لي read the text and answer the question اقرأ النص وجاوب على الأسئلة one day في يوم من الأيام a villager wanted to sell his beans كان في قروي عايز يبيع الفول بتاعه in the market في السوق but he couldn't walk far بس هو مش قادر يمشي مسافة بعيدة his camel جابي الجمل بتاعه كان اسمه جابي said give me the sex of beans اديني الفول i will take them هاخدهم to the market for you وأودهم لك السوق جابي worked along the road جابي مش على طول في الطريق he turned left and then right راح اتجه شمال مرة وبعدين اتجه يمين and then left again وبعدين اتجه شمال تاني soon جابي الطائر شكله غريب ويبصله it's an ebs but gabi didn't ask for help gabi didn't know that the ebs could fly high above the land and tell him the way gabi saw a snake but didn't ask the snake جابي يا ولاد لما شاف ابو منجل الطائر ده ما سألهوش على انه يساعده وبعدين شاف صعبان برضو ما طلبش منه انه هو يساعده gabi didn't know that the snake would went to the market every day and could tell him the way ما كانش يعرف ان الصعبان كل يوم بيروح للسوق وكان ممكن يساعده طب تعا نشوف الاسئلة choose the correct answer from a b c or d the main idea of that ticket is about gabi هو الفقرة الرئيسية كانت بتتكلم عن gabi اللي هو حصله ايه got lost ولا ايتجراس ولا فلو اوي ولا فلت هنجري لأ got lost يعني اللي تاه got lost يعني يتوح في مكان طيب the underlined word الكلمة اللي تحتها خط recognize means يعني no يعرف هو يولاد مقدرش يعرف الطريق no حرف الكي طبعا ده صينا انت يا سنة خمسة answer the following question اجب على الاسئلة التالية what did the full jar want to sell القروي ده كان عايز يباع ايه يا اولاد he wanted to sell his beans يبقى he wanted to sell his beans كان عايز يبيع الفول محصول الفول طيب how many animals did gabi شاف كام انيمال يا اولاد شاف طبعا the abs وشاف the snake two animals he saw two animals طبعا عادي جدا ان اقول على حد غير عاقل he ما فيهاش مشكلة خدناها في the first term animals عن grasshopper the garage لما كنا بنقول عليه he خلاص طيب طبعا هو بيكلمني يا اولاد عن الفقرة دي مش بيكلم عن الدرس نفسه احنا ملناش دعوة بالدرس وبيكلمني عن الفقرة عشان لو جاتني في الامتحانة بقى مركزها مش على الدرس punctuate the following قاعد ترتيب علامات ترقييم الجمل الاتية punctuate يعني علامات ترقييم a farmer wanted to help his village a the capital وبعدين بكتب كله يا حبيب اسمون ما فيهاش اي مشكلة wanted باردو سمون to help his village قريته وحط full stop يبقى هنا حرف a وال full stop طيب اللي بعده what w do you need need انت محتاج ايه وهنا question mark لان دي سؤال طيب السؤال اللي بعده يا سنة خمسة بيقول لي ايه؟ بيقول لي write a paragraph of 40 يعني 40 words كلمة using the following guiding elements البراجراف بيتكلم عن ايه؟ a lesson you learned درس انت تعلمته what situation did you have؟ الموقف اللي حصل معاك who could help you؟ من اللي ساعدك؟ تعالوا نشوف بيقول لك one day my friend asked me about the way to the market في يوم من الايام صديقي طلب مني ان اقول له الطريق للسوبر ماركت او للسوق للماركت I didn't tell him the right way وانا مقلت لهوش الطريق بشكل صحيح مقلت لهوش الطريق الصح I thought that was fun انا اعتقدت ان ده مرح يعني احنا انا بعمل فيه مقلب بنهزر when he arrived there لما هو وصل هناك he didn't know the way to return معرفش يرجع again يعود مرة تانية he was very angry كان غطبان جدا I decided not to do this again وانا قررت اني ما اعملش الموقف ده تاني بعد طبعا من الناس ساعدته ويرجع صاحبنا قرر انه هو ما يتحكش على حد تاني ولا يهزر في الحاجات دي خلاص يا اولاد يبقى احنا كتبنا كمان اهول باراجراف اللي عايز يكتب حاجة تانية غير كده عادي جدا انتو مش ملزمين انكم تكتبوا نفس الكلام اللي انا بكتبه اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي باي باي اشتركوا في القناة